أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني هذا ليس طوار اللي أعاولكم فأتخذ منها عبرة يعني باش إنسان نضحك على وحد الإنسانة وتفلع لها وتوهمها بأنك تأخذها فالأخر ما تأخذهاش يعني هنا قد جرح هذا الإنسانة هذه فهذه الإنسانة ماشي يعني اتقت فيك وعطاتك اللي بغيتي فكتسمى بأنها هي إنسانة ممزياناش وإنسانة رخيصة لا بالعكس فهي إنسانة حباتك أعطاتك أغلى حاجة ما كتملك فأنت تنضحك عليها فالإستوار دي لها البنت هذي فهي الإستوار حزينة جدا حيث خرجت على الأخ دي لها وخرجت على عائلة وماشي هي السباب في هذا الشي فتبعوا معي من الأول باش تفهموا مزيان شنو قعه هذا واحد الإنسان خدام كان في الأول عايش مع الأب ديالو كباقي يعني الأسر مش هاجر للمدينة أخرى فالإنسان هذي بواحد المعنى كلمة من يخدم ولا أعطيها غل الفساد دخل وحدة خرج وحدة دخل وحدة مع الكرأي مالع الزائرة دخل وحدة خرج وحدة دخل وحدة خرج وحدة هذا الشي نحن كم نعرف إنه فمن بعد قال أنا بلا ما نبقى يعني هذه النية ديالو بلا ما نبقى نطب الفلوس يعني الفلوس نجيبها هذه بمئة درهم مئتين درهم بش نتعرف على شي وحدة ونزوج بها على سنة الله يتعالى ورسوله فبالفعل مش هتعارف على وحدة بدأ يعني قلت صاحبته يعني قلت لك يجيبها للدار من قلت لك يجيبها للدار يعني هنا يعني دوز معها مدة تقريبا لست شهور سبعة شهور فتطورت العلاقة يعني بقى معها نضرب معها عام يعني عام هو معها يعني مسح معها الخليلة ديالو فمن بعد يعني من بعد بحال بغيتهن منها يعني بوحد المفهوم آخر خدم منها اللي بغى وبغى يعني سوسها يعني عادي يعني حيدا ما يبديهش مع العلم كان كل شي عارفه أو كل شي عارفها بأنها ذكر صاحبها ورأيجي يخطبها وكي وهمة بأنها غدا نجي لداركم غدا نجي لداركم حقا دباراني مزيّر حقا رأيجي خدمة حقا حقا ثم رأكم عارفين الملاعيب جلد الأشخاص هذ الأوغاد اللي في التالي خرج على رأسه خرج على كوكن دهد البنت هذي يعني رأى ما يوقعته شي مشكلة فهنا يرى الإنسان اللي كيحسب رأسه مطور والإنسان اللي كيحسب رأسه بأنه يضحك على هذي وإنسان اللي كيحسب رأسه رأسه قافز وهذه رأى تصيدني وهذه رأى عطتني اللي بغيتها باش تزوجني وهذه 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 فهنا الإنسان يعني ما كيكونش منطور إنسان ما كيلعبهاش دماغ هنا إنسان مهما انت مشيت عند الإنسانة ويعني طويلتي معه العشرة فهنا يرى خصك تزوج بها يعني الزوجها رأى ماشي شي حاجة يعني اللي صعيبة بالزفراء عادية ربيل لي لو ضحارها ممكن لكيجيبها بدون يعرس بدون هم يحزينوا لديك شي من بعد مو مالين أخرين نكملوا فهناي الإنسان بدأك يتعرب منها واحد نار يعني لقى لها غسبة هو عارفة يعني كتبشي كتوصل الخطة الصغيرة للمدرسة ومشى وبقى حط عليها شافة كتبتها مع واحد المؤلم دياله يعني اختاف الابتدائي كتقول لها يعني وش كتقرام زيان واش كده هو عارفة فهو يعني لقى لها سبا حقا ما حقا انتي كتخونيني مشى عندها انتي ما مش كتنك تديري مع هاداك هاداك رأى الأستاذ الله ماشي الأستاذ كده تيرى عندك معها علاقة صافي سالينا لما تعودش الطريبية يعني قى لها سبا وهي عاقت بيم حيث قبل من هذا الشي كان كيلقى لها جميع الأسباب وانا كنتم عارفين الواحد مكي عشر الواحدة رأى صافي يعني كي واني عارف اهم زيان واني عارف اهم زيان يعني ايش حال مراك تقولون انت رأى بغيت تهنى مني وانتشار عن مصالح ناش بجوج احنا يعني احنا عشرة وكذا ومفاهمين مقام عندنا اتشي مشكل فا يعني وكل شي عارفك موالين ضار خوتي كل شي عارفك بانك ترى بعد المرات كي تجي توصلني يعني بحرحنا مخطوبين يعني هذا الشي هذا اللي بغيت تدير فيه رأى يعني مصالح شو كذا فالانسان هنا يعني بدك يتصافي القاهل الذي كسباك لما تعودش تجي اندي مد صافي حيت بلوقيها كل شي يعني بحرعت هنا بشي حاجة هو رازت غك في سعلى راسه مهم جاءت الوليدة ديالو كما كنت كان وفاهمة المنطقة اللي بعيدة جاءت عنده اعلان والدي كذا انا نزوجك باحدة البنت كذا انا ركو عارفين تتقاليد للناس اللي كيكونوا يعني في الفيلاج هذه المتتقاليدة عم سافي الام ديالو خطبات لواحد البنت تتاوع جباته البنت تعيزه هناك كذا تزوج بها يعني سمح في الاخرى وتزوج بهذه تزوج بها تزوج بها تزوج بها تبع هناك المشكل فينا يوقع تزوج بها تزوج بها تزوج بها عارفة زهواني يعني الإنسان نرى كيكون باين مكتعاشر وكيكون يعني مباين شنو كيبغي اف العلاقة ديالو كتعرف بانه زهواني ولا ماشي زهواني فالإنسان عارفات زهواني الخرم طورة ضغية ولدت معه ولدت معه جوج ولدات باش ميدير لها ولا ومع العلم هو يعني في هذا الشي في تصريحات ديالو ما كانش بغي الدراري يعني تهدي كان هيدلها كركب حيث إنسان مرايض مرايض بدك شيء ما علينا مشاهد الإنسان يعني شا نقولكم تزوج كما قلت لكم ولدت جوج ولدات ولدات له جوج دراري في غادي عايش اللي يلود عنده عاماين الاخر عنده شي عام ونص مهم مشتكة لحياة ديالو عادية أرى أنه واحد البوقع واحد ديور ديور ديال ديور ديال الاقتصاد ديال 25 مليون قال هذا بلا ما وقعنا كريم شيء واحد الحي يعني في هذه الساكة الاقتصادين شريت المياه بالفعل مشاشرة المياه يعني إذا تموت شخص السنين أرى أنه تلخرين اللي كانت جوجها اللول وكل الحومة ديالو كل عامة عارفة بأن أي جوجها وخليها تهو ما ساكنين سما يعني في نفس الحومة أرى أنه ابقوا هنا اشتباكات يعني كدوز المرات مشيت تقداك يبقوا وحشوفيها الهضراء اذوك الناس اذوك اللي كانت جوجها هي وخوتها عنده واحد جوش أخوتها كبار واحد العائلته هي يعني عائلته هي عندها واحد قسم طلقة وحدتها هي بقى بلجواج يعني بثلاثة يعني سماية بدأ وكي حشوفيها الهضراء احنا كنا بغينا نديره معها الدراري كنا درنا سيري الشايطة سيري يا هادين سيوية كدو أرى أنه واحد النهار وهذا النهار اللي كان يعني يعني كتجي كتشكيله عشنو كيكت يقول له ما تدياش علي يوم صافي سيري بحالك تقداي كدو وأرى أنه واحد النهار دائزة تقدا كدوها 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 يعني بقت عليها أيها الشايطة يا هادية يعني تماركم عارفين كالهضراء هذه العيالات بقت فيها يعني حسيفة كدوها هادية وأنا مداني اشو كدو أرى أنه نخرج خوهم نضم واحد خوهم ليو اسكايري خرج مع الكينتية مع أختي كدو شوف شد علي أختك تسبني ما تسبني نظرها وقالها في سيرة سيرة لداركم ما هذا وقالها أمسا رفقها وقالها في قلبها مشعت مشعت للدار وقالها كدوها هادية شنو دار لي كدوها من حيط الراجل يا هادية تصرت عليها شمعت نتسبة في هذا الشيء أو ما تندوز كيبقوا يسبوني خرج خوهم ضربني كدوها نظر الراجل سوف يكون هنا نظر نظر قلها جيمة درجة وقالها تحت الفيستا ومشا لديه السلام عليكم الأشخاص هيا هيا أختي 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 نيشة للقلب يعني بوحد بوحد الصدمة الأخور طاح في الأرض نيشة يعني في البلاثة يعني هنا كل شيء يتفاجئ أخوتي ما قد تشيغوته كل شيء يعني المرة تبقى تغيرها ثم جر المرة قال لي الله لدار بقى الأخور يخرب يعني هم دخلوا بقى كيسمع مشترجم أولي راهمات أولي راهمات وقت الدقة يعني خطيرة يعني في السدر هو كان عارف ما جابه يخرج من الدار احتجوا البوليس لقوا عليه القبض يعني الحبس تضرب بثلاثين عام البنت اللي كان مراته يعني هيا تشردت آآ قصة الأخرين ضيعوا الأخ بسبب التهور ديالهم صافي السيدة تزوجه يعني بقى هناك حقد ف قصة معبرة قصة يعني اللي يسحب بأن هناك مشكلة يعني بسيط فهنا مشكلة يعني كبار شكو اللي يقول يعني هذا الإنسان هذا إزدقات الإنسان لا حوله ولا قوته إلا بالله العالم العظيم ترجمة نانسي قنقر